بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين أربعاء الأسبوع الخامس من زمن صليب ربنا يسوع المسيح الحادع عشر على صليب انفجار بيروت أقرأ من إنجير ربنا يسوع المسيح للقديس ماركوس ماركوس الذي بشر العالم بالحياة ماركوس عشرة 28 و 31 بدأ بطرس يقول ليسوع ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك قال يسوع الحق أقول لكم ما من أحد ترك من أجلي ومن أجل الإنجيل أي البشارة بيتا أو إخوة أو أخوات أو أم أو أبا أو أولادا أو حقولا إلا ويأخذ مئة ضعف الآن في هذا الزمان بيوتا وأخوة وأخوات وأمهات وأولادا وحقولا مع اضطهادات وفي الدهر الآتي حياة أبدية كثيرون أولون يصيرون آخرين وآخرون يصيرون أولين حقا والأمان لجميعنا مين بيقول أنه ها الإنجيل كمانا المقصود فيه كلمة الله مين بيقول أنه ها الإنجيل بيركز على أهمية العمل بكلمة الله في البشارة لكلمة الله كلمة الحق كلمة النور هذا هو المسيح يسوع هو الكلمة الإله الذي تجسده عم بيقول له تركنا كل شيء وتبعناك عم بيقول له يا مسكين شو تركت؟ تركت؟ عم تترك جهلك عم تترك محدوديتك عم تترك كل القيود يلم أيدتك عم تترك طريقة تفكيرك القديمة طريقة تفكيرك المكبلة لإلك طريقة تفكيرك اللي بتغمت لك بتعتم لك قلبك وتبعتني أنا بأكد لك أنه يلي ترك كل هالإشياء وتبعني بياخد قدهم مئات الأضعاف مع اضطهاد شو بياخد؟ يعني ما بيترك بيته وأمه وبيه ومرته كلهم ما بيترك شيء منهم أنا بشهد ككاهن راهب أنا عملت ندور الفقر والطاعة والعفة أنا بيقول تركت كل شيء بس أنا ما تركت كل شيء إنما كل شيء صار له معنى عندي بيسوع المسيح كل شيء بكلمة يسوع المسيح أي موضوع علاقتي مع أهلي الله يرحمون يرحمون الموت مع أختي وخياتي بيدو ياخد أولوية على بشارة بكلمة يسوع على الخدبة باسم يسوع بقل لهم يسوع أبدا بل بالأحرى أنتو بتكن تكونوا معي بالبشارة بتكن تسندوني بتكن تدعموني متل ما يسوع كان معه التلميز وكتار ناس عم بيدعموه متل ما بولوس كان معه كتار ناس عم بيدعموه لأنه بحاجة كتير نحن البشر نحن نتشاور مع بعضنا ما حدا بنجح بشارة يسوع المسيح إلا التعاون والعمل المشترك والاستشارة شو بدنا نعمل الأيام في زمن أزمي أزمي خاصة ببلدان شر الأوسط حروب وإفلاسات ومجاعات وغدر وخيانات وكل اللي بدنا يجيه وحتى اللي ماتوا واستشهدوا الله يعطينا شفاعتهم شو بدنا نعمل تحته اللي عم بيكلنا رزقتنا اللي عم بيجيب لنا عم بدوا يكرهنا بخلقنا بخلقنا بدوا يكرهنا بكلمة الله بدوا يكرهنا بكلمة الغفران نضل سابتين بإيماننا وبالمحبة وبالتعاون الجشع أصعب شيء بالحياة الجشع والكبرية والأنانية اللي دايما نحكي عنهم ياللي بيدوا يقابلهم الوداع والتواضع والوحدة بالوداع والتواضع أقوى من كل الأغنياء اللي بيقعون بتضاربوا ببعضهم بعض إذن هذا الإنجيل كمان يصب تماما في خانة كلمة الله من ترك أبا نؤمن بيجهل بكلام البشر بمفهيم البشر بيحصل قدهم مئة ضعف لأنه مع كلمة المسيح كل شيء بيخد أفاق لهوتية أفاق الحب الإلهي أفاق جديدة أنا بسميها رازائية دايما هذه كلمة لمفهومة أنا مئات الأضعاف أي كلمته الحلوة الكلمة الحلوة الكلمة المحبة مثل اللي بتعرفوا كلكون بتفتح لكم مئة باب الكلمة الكريهة والكلمة النائدة والكلمة الحاسدة بتسكر بواب الله يعطينا النعمة وينور قلوبنا تحت نعرف النقلة النوعية بحياتنا كل ما جعنا كل ما افتقرنا كل ما اضطهدنا كل ما أكرهنا على الحياة كل ما بكلمة يسوع من اللي حالنا عم ننمى وعم نقوى عم نصير أنا ريزيليانس يعني استعادة قدرة على النهود أمل أكبر رجاء أكبر من كان الله معه فلا أحد يستطيع أن يكون عليه الله معكم اشتركوا في القناة